استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية ورؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط والذي تنعاقد دورته الحالية في القاهرة كما استقبل الرئيس السيسي رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط والذي تنعاقد دورته الحالية في القاهرة وذلك بحضور قداسة البابات وادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب باستاذ الحضور في ضوء عقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968 مؤكدا سيادته أن الإخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي كما شدد السيد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناح الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد مؤكدا سيادته أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة من جانبهم عرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم بلقاء السيد الرئيس مشيرين إلى مساهمتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام فضلا عن أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط ومثمنين جهودها بقيادة السيد الرئيس من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر مع التأكيد على دعمهم لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الأوسط بالكامل وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التبحث حول سبول تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة